اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وامريكا في السابع عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثمانية وقع العراق اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية في بغداد والتي تنص على التعاون في مجالات الامن والدفاع والسياسة الدبلومانسية والثقافة والاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتفاقية تضمنت العديد من البنود ابرزها تستند علاقة الصداقة والتعاون على الاحترام المتبادل والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وعلى تلبية الالتزامات الدولية ومبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية ورفض استخدام العنف لتصويات الخلافات ان الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة وبالاحترام الكامل لسيادة العراق تنمية علاقات التعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والامنية دون الاجحف بسيادة العراق على اراضيه ومياهه واجوائه على الولايات المتحدة ان لا تستخدم اراضي ومياه واجواء العراق منطلقا او ممرا لشن هجمات على بلدان اخرى وان لا تطلب او تسعى لان يكون لها قواعد دائمة او وجود عسكري دائم في العراق تعزيز الامن والاستقرار في العراق من خلال المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين وتعزيز قدرة جمهورية العراق على ردع كافة التهديدات المواجهة ضد سيادتها وامنها وسلامة اراضيها دعم جهود حكومة العراق في اقامة علاقات ايجابية مع دول المنطقة قائمة على اساس الاحترام المتبادل ومبادئ عدم التدخل والحوار الايجابي بين الدول والحل السلمي للخلافات دون استخدام القوة او العنف بما يعزز امن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها تظل هذه الاتفاقية سرية المفعول ما لم يقدم اي من الطرفين اختارا خطيا للطرف الاخر بنيته على انهاء العمل بها ويسري مفعول الانهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الاخطار يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطيا ووفق الاجراءات الدستورية النافذة في البلدين ومع بروز مطالبة سياسية بتشريع لخروج القوات الامريكية من العراق يبرز السؤال التالي ما هي الاسباب التي غيرت تسمية القوات الامريكية من محررة للعراق الى محتلة له وهل من دعاها تنكر لجميلها ام انه استخدمها كادات لاسقاط النظام في العراق